ورجعنا لكم مرة تانية بعد المبخ ومعانا فقرة الجمال فقرة لكل السيدات بتنتظرها كل يوم معانا دكتورة رباب الرفاعي اخصاء جراحة التجميل والليزر بمركز نبض وعضو الجامعية الامريكية للتجميل والليزر النهاردة دكتورة رباب حيكون معاها حاجات كتير جدا جديدة ما كلمناش فيها قبل كده دكتور رباب ازايك؟ ازايك السلام الحمد لله يا حبيبتي عايزين نعرف ايه هو الليزر الكربوني الجديد ده بقى طيب رحب مش ملاحق على الجديد كل يوم في مجال الجمال كل يوم كل دقيقة ما حسبوها فعلا برا لأوا كل 3 دقايق فيه تجديد في علم التجميل فعايز اقولك الليزر الكربوني ده نوع من انواع الليزر المتعرف عليه ان الليزر انواع كتيرة جدا فيه الالكزندريت فيه الديود فيه الاندياج الاندياج او الالكزندريت والديود معرفين فيه ازالة الشعر وفيه حلقات كتيرة انتوا عملتوها عن ازالة الشعر والكلام ده لكن الجديد من الاندياج ده طلعوا منه فيرجن جديد كده اسمه الكيو سويتشت هو من نوع من انواع الليزر الاندياج بقى متخصص في تأشير البشرة اللي هو ما بكتلوقتي بسموه تقشير هوليود طبعا هنا سمعنا عن سمايلي هوليود او هوليود سمايلي لكن تقشير هوليود يعني ايه يعني ان انا محتاجة ان انا عندي مشاكل في بشرتي محتاجة ابقالوك ناضر محتاجة اعالج النمش الحاجات السطحية اللي في البشرة العيوب البقع في البشرة اللي هي ندبات دي محتاج عليكها مش محتاج ما عنديش وقت كتير قوي عندي إيفنت بالليل عندي فرح بكرة عندي حاجات قريبة قوي مش عايزة أقعد مورامة فترة طويلة لقوا إن الاندياج ده كمان تأثيره كويفز بتاعة الليزر الشورت ويفز واللونج ويفز لأنه هو بيشتغل على اثنين طول مودي القصير والطويل الموجات الطويلة بتدخل البشرة تحفز الكولوجين وتشد البروتين بتاعنا وتحفز الإيلستين فبتلاقي إن البوست أكنيس كارز أو الحفر أو الندبات الصغيرة بتشد بتتسطح بيحصل لها ريسيرف سيو دي بتاخد وقت قد إيه الجلسة الجلسة بالضبط هي لها فيها جزئين فيها ماسك كربوني بيعمل له أبليكيشن على البشرة بتحط نص ساعة وبعد كده الليزر بيمشي وهنشوف فيديو دلوقتي يعرض لنا القصة دي وانزل لروح الفرح بعدها بساعة بالضبط بتكوني كور تماما يعني أنت خلاص بعدها بساعة طبعا معروف إن الفراكشنال ليزر ما كنت أقول مش نفس الحاجات دي بتعليجها الفراكشنال ليزر لا الفراكشنال سيو تو بقى كان بيورمنا تلتة أيام بنبقى ملتهبين بنقعد ما نتعرضش للشمس تلتة أيام لازم بندي ده ده الليزر الكربوني أو الكربونيك ليزر شوفي الماسك اللي هو الماضي ده للون التين الغامق ده ده الماسك الكربوني الكربون طبعا أي حاجة فيها سيو تو لازم عشان تتعادل بتشد كمية كبيرة جدا من الأكسوجين فبضطر الأكسوجين إن هو إن الدم بيجيب كمية أكسوجين عالية جدا شوفي إحنا بنعمل أبليكيشن للماسك ده نص ساعة الأول وبعدين بندخل ببروب الليزر الأندياك ده الكيو سواتش ده هو بيشيل الكربوني بالزبط كده هو بيشيله بيعمل على تبخيره لأنه بيعمله حرق بدرجة عالية جدا شوفي البروب بتاع الليزر ماشي على كل البشرة والماسك ده دكتور لما بنحطه بينشف كده على الوش بالزبط بيبقى ناشف شوية زي الماضي كده شوية إيه فايدته؟ فايدته إنه هو إن احنا بنحط كربون بالنسبة عالية قوي على البشرة لما الحرارة بتيجي على الكربون ده بتستدعي نسبة أكسوجين عليه فبتلاقي الشعارات الدموية بتاعت البشرة كلها حضرت وجابت كمية دم كتيرة جدا محملة بالأكسوجين العالي ده لي فايدتين أولا إنه بيبقى التأشير سريع جدا فزي ما قلت لحضريك لو عندنا إيفنت بالليل أو تاني يوم بنلحق نعمله طبعا دي الحاجات اللي احنا بنقولها في الأعياد لأن طبعا ما عندناش وقت إن إحنا نقعد شهر بالفراكشنال ليزر والتورم والإحمرار بتاع الفراكشنال ليزر فدي الحاجات السريعة طب هو بيعالت إيه؟ بنعمله ليه؟ معلش يا دي بتعمل إيد الوقت يا دكتور آه بعد الليزر إيه بقى؟ هنستوب عليها شوية إحنا دلوقتي بعد ما عملنا الليزر ده بتلاقي الوش حمر الواجه حمر كل عيوب البشرة تشالت فدي فرصة غنية جدا ورائعة إن إحنا نحط اللي إحنا عاوزين نحط في البشرة والبشرة تستوعبه بصورة بالضبط كده لإن كمية الدم جات كتيرة جدا فالأبسوربشن أو الامتصاص عالي قوي طب نروح لفاصل لدكتور معلش نروح لفاصل ونركع ورجعنا لكم مرة تانية ودكتور رباب الرفاعي بتتحكيلنا وبتكلمنا عن فوايد الليزر الكربوني اللي هو أحدث حاجة بقى دلوقتي خالص وأسرع حاجة تباين لنا نتائج بالاستمرار يعني إن شاء الله فضالي دكتور فقلنا زي ما وصفنا للوقتي في الفيديو إن بعد الجلسة بيكون البلاتسا بلاي قدام حاضر جدا في البشرة فده بيبقى يعني زي بيئة جيدة جدا إن أنا أحط اللي أنا عايزة عالي كبير البشرة عايزة أحط الفيتامين سين عايزة أحط ماسكي كولوجين عايزة أحط البي أر بي هيبقى الامتصاص عالي جدا لدرجة إن إحنا ما حقناش ما حتاجناش ناحئن إجابة إن إحنا عملنا أبلي كيشن كده بعد الجلسة بيبدي نظارة دي الحاجات السريعة اللي الناس بيبقى يزهب سرعة عروصة فيه مناسبة فيه حاجات كده وما عندناش وقت طب فريدي حد جالك وشايفة إن ما ينفعش معايا إزاي بتقدري تقولي لا ينفع أو ما ينفعش ده سؤال مهم جدا لأن كل ليزر هو الطول الموجي بتاع الويف بتاعته مخصص لعب معلن يعني زي ما قلنا على قد ما هو حلو جدا وسريع الليزر الكربوني ده محتاج النضارة محتاج النمش السطحي محتاج البقعة الخفيفة لكن قدري أنا جالي ناس اللي هو البوست أكنيس كارز اللي هي الندبات العميقة قوي اللي بتبقى بعد الحبوب أو الناس اللي بتبقى بتلعب في الحبوب قفوشها وتعمل حفر عميقة جدا أو اللي هو البوست بيرن أو أنا عندي جرح عميق أو سكار في الوجه هل ده أقول الليزر الكربوني ينفع معاه؟ لا هنا لازم نضطر للحاجة الأعمق والأعلى في الأكشن اللي هو الفراكشن ال سي او تو ده القاوي بقى شوائي يعني وطبعا أكوردينج الحالة السطحي بس هو للليزر الكربوني بالضبط ده سي عايزة لدارة بقع بسيطة أنا مش كفيف علوش كده عارفة بها دايما الصيف في الحاجات اللي بنرجع بيها من الماضي بالضبط كده فبيرجع نضارة البشرة تاني بيديها صفاها بيحسن الدورة الدموية في الوجه مش محتاج فترة تعافي كبيرة بالضبط كده لكن لو أنا محتاجة بقى عندي مشاكل كبيرة وعميقة في البشرة لا أنا محتاجة جلسات من الفراكشن ال سي او تو بلاس ال بي ار بي اللي هو البلازما الاتنين مع بعض بيعملوا علاج سريع جدا وتشافي من الحاجات الكبيرة زي السكارز زي ما قلنا والبيرن والبوست بيرن والكلام ده مالوش اي اعراض جانبية خلص مالوش اي اثار جانبية لو احنا عملناه صح دايما الابليكيشن صح دايما الدكتور المتمرس عليه ما بيبقاش لي اي اعراض جانبية مش زي مثلا الفراكشن ال سي قطولة قلنا لها لو طلعت في الشمس هيحصل مشكلة هيحصل فيه بقع في الوجه وهيحصل فيه مشاكل لو تعرض للشمس لا احنا بنقول ده ساعة بعدها ما تتعرضيش للشمس وتغادي خلاص من تاني يوم بالظبط بتكون رادية لانها تنزل شغلها تروح الايفنت بتاعها المناسبة زي ما يعطي عشان كده سموه هوليودي 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 اللي هو سريح ده هصور فيلم كده بسرعة ممكن نعمله في اي وقت وفي كل وقت طيب وبيدي جلوينج يعني كمان عشان هوليودي عشان هو بيدي نور قوي واضاءة للبشر أوكي طب نرجع تاني بقى للحاجات حبيبتنا اللي احنا عارفينها وابتدينا نفهمها شوية الفيلر تمام معلش نرجع تاني على جزئية الفيلر في الشفيف هي فيلر العادي اللي بتحط في الخدود هو اللي بتحط في الشفيف ولا نوع تاني وهل لو نوع تاني اني فيهم بيستمر اكتر بالزبط السؤال بركب وجميل قوي بس احنا عاوزين نفهم سادة المشاهدين ان الفيلر دي مادة هلرانيك أسد هلرانيك أسد دي مادة يعني موجودة في جسمنا متعرف عليها في الجسم صنعت بميلكيول معين او جزئيات معينة السقل او التركيز بتاع المادة دي بيختلف من منطقة لمنطقة يعني انا محتاجة ان الجزئيات تكون تركيزها عالي جدا في منطقة التشيكس عشان انا هعمل فوليوم هنا المنطقة دي محتاجة يعني فوليوم تقيل شوي طبعا التير ترافل هي تحت العين طبعا دي كلها استخدامات للفيلر واحنا هنعرض الفيديو استخدامات إصلاحية احنا دلوقتي يعني برا التجميل اللي هو الأستاتيك يعني اللي هو الجمال لا احنا بنعمل تجميل وإصلاح دلوقتي بالفيلر في عندي مشاكل بتبقى تحت العين مثلا فبنحقن الكسافة الأقل بتبقى أعلى كسافة دايما اللي بنعمل بيها الواجن تين لكن اللي هو نحقن تين تير تراف بيبقى التركيز أقل شوية بنحقن الشفايف زي ما حكت ذكرتي بيبقى تركيز المادة الهلرانيك أسد أقل شوية فبيبقى كل براند مكتوب عليه دالة زي الفيديو دا كده يا دكتور دا مثلا بنحقن فيلر تحت العين عندي حالات مشكلة حالات مثلا عندي ناس خسد كتير قوي وفقدت وزن كبير وحصل أنه لاصل الفاتل تحت العين فبنحقن المنطقة اللي هي تير تراف أو مجرى الدموع دا بطريقة معينة شوفي بنطلع من برا يعني فيه طريقتين للحقن فيه الحقن اللي هو العمودي البربندوكري اللي بندخل بيه على طول وفيه التانجينشا اللي هو بنتلع من عزام العين من برا زي اللي هنعمله هنا شوفي النيدل دخلة من برا من عند الخد وهنحقن بيها ريدروكريت كده وإحنا طلعين كل المنطقة دي لما بيكون فيه حفرة كبيرة قوي أو فيه مشكلة تحت العين بصي بقى الفيلر هنا بيعالج العين الغائرة اللي بتعمل لي شكل عالات مش محبوب بتعمل لي كمان امتلاء وري كونتورينج للوجه ومنطقة الكفون السفلة بتبقى رائعة جدا كمان ممكن نسحب بيها على برا تعمل لنا الرعب اللي انتم محرابين على فكرة هو يعني التكنيك كده بصي هي البيشنط نفسها مش حاسة بحاجة ولا الدكتور الدكتور مستمتع جدا بالحقن لأنه هو بيصلح عيوب موجودة ممكن بتبقاش يعني حاجة جمالية لكن تجميلية الثانية يا دكتور يعني أنا لما بشوف الناس أو بشوف على نفسي كمان بشوف حاجتين يعني فيه ناس بيبع عندهم الحتة دي دخلها لجوة بالزبط وفيه ناس بيبع عندهم الحتة دي مكرمش أنا عندي الحتة دي مكرمش اهي هي خطوط رفاعة يعني الخطوط رفاعة دي عند أغلب الناس أولا من قلة النوم من قلة شرب المياه من الميكب سواء وضعه الكونسيلر أو إزالته بطريقة خاطئة فده بيعمل اللي هي التجاعد البسيطة تجاعد البسيطة دي بتبقى مش عيب في ان يبقى فيه تحت في يعني الفات أو التحت بيبقى فيه مشكلة أو حصل عين غائرة أو حاجة لا بيحصل زي لاكس دي سكان الجلد بيترهل بطريقة بسيطة جدا طبعا الجلد تتحول العين ده من الجلد الحساس جدا طب ما احنا لازم نحط ميكب هنعمل لا لازم نحط ميكب ومن نمشي كتير ومن شبشو مية هنحط ميكب بس هنشب مية كتير وهناخد فيتامين سي وهنعمل فيه كريمات دلوقتي وسيرومز نازلها بالهيلرانيك أسد فيها مادة الفيلر بنعملها بأبليكيشن بطريقة معينة من بره لجوه وبنعملها طبطابة كده بلاس ان احنا بنحقن في المنطقة دي كولاجين يعني كل مكان التجايد بسيطة قوي بنحتاج الكولاجين بنحتاج بي ار بي لكن لو هي غائرة والمشكلة حاجة تانية بنلجأ ليه حقن الفيلر اه بالضبط عشان انا كل اللي بفكر في ايه ان لو اتحقن الفيلر طب ما هي هتعلم انا مش عايزها هتعلم بالضبط لا ده لفل وده لابل احنا بنحقن هنا الفيلر تحت في جيب العزام فوق الدهون بالضبط لكن الحضريك بتكلم عليه دي التجايد اللي في الجفن السوفلي دي كلنا بنعاني منها دي محتاجة لسيروم محتاجة ان احنا يعني اديلي هابتس باعاتنا تتعدل في الميكاب والريموفل وكمان ان احنا السيروم اللي فيها لرونيك قسم الميكاب ريموفل تقصدي وانحنا بنشيل الميكاب ان احنا بنشيله لجوه مش حبارة كبه اولا نستعمل الميكاب ريموفل او فلاود حاجة تكون مناسبة للبشرة الحاجة التانية ان احنا نزيل في عكس اتجاه الوضع يعني حطينا الكونسيلر بطريقة بنشيل بطريقة وممنوع اللي هو بنسميق اه انا كده بنسميق اه ده خطر جدا انا بعمل كده وكده ايه بقى ياريتني بالقوتنا كده وكده بالفوتا بالفوتا لا 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 طبعا وما هاجه عزيه اقوله يا كرمشت ليه اه بالضبط تريد ما بنشفش حتى وشينا بالفوتا احنا just pressure يعني كل ما عملتي ضغط على البشرة بالضبط دي مشكلة كبيرة جدا الاندية هتعملك لاكسسكان هتعمل جلد متراهي خصوصا في الجلد الحساس اللي تحت العين فلازم نبقى يعني احناينين شوية احناينين في كل حاجة اه اه بالضبط هنا برضو الحاجات الطبيعية زي موية الورد والخيار والحاجات دي بتبقى مهمة جدا عشان اقعد فدي قصة وقصة اصلاح العين الغائرة بالفلر قصة تانية خالص دي برضو من العيوب العيوب التانية برضو نشوفها في الشفاه سعادة بيكونش ان احنا عاوزين نوصل للشفاه اللي هي يعني انجلينا جولي او حاجة مش الدرجات يعني سعادة بيكون فيه عيوب خلقية accidental trauma يعني فيه مشكلة حصلت فبتفرق اللي هي الشفاه العلي يعني شفاه السفلة فيه النص اليمين غير النص الشمال فسعادة بنشوفها عيوب كتير دي بنعملها اصلاح ممكن لو هي حاجات بسيطة بالفلر تمام وهناعرض برضو شوية مشاكل كده طب هزألك على شفاف برضو بعد سن معين بتلاقي دايما الستات عند شفايفهم حواليها كده بتبقى كرماشة كرماشة او لما السموكرز لاين اللي هي مع الكاسينج دي اه بالزبط بسي الصورة دي حلو قوي قوي اه شوفي هنا داعي في الناس احنا دلوقتي مش بنعمل تجميل اه سوري احنا مش بنعمل جمال مش بنوصل للجمال احنا بنعمل تجميل وإصلاح في عندي ان هي هي ضم الشفاف ولكن في لعيب ما اه اه سواء كان بقت بوست ترومة او حصل حاجة اه دي بقى حاجة سهلة جدا ان احنا نصلحها بالفلر اه شوفي بقى الافتر بتاعها بقى ولا كأن في حاجة جميلة لا تحفة اه مش ولا كأن في حاجة بس لا دا حلو قوي دا من الحاجات الزريفة شوفي برضو دا اعوجاج يعني اعوجاج او او اللي بنسميها الجمي سمايل طبعا الجمي سمايل اللي هي بيبان فيها السنان كاملة باللسة احنا قولنا قبل كده ان احنا بنحلها بالبوتوكس ايه ممكن نحتاج برضو في شفاف معينة لو عملناها بالفلر شفاف الابر لب بالزيت لو عملناها بالفلر يعمل لي تهدل شوية او يكبر في حجم الشفاء يغطي الاسمال دي برضو عن دا يمكن الشفاء اللي فوق اصغر شوية دي في اسماتري اه في اسماتري يمين وشمال الشفاء العليا نصها اليمين مختلفة عن نص الشمال دي كلها عيوب ممكن نصلحها ب طبعا دا النحافة النحافة او الشفاء النحيفة جدا اللي هي غير متزنة الابر لب مع اللور لب دي برضو حاجات بنصلحها بالفلر تمام دي بقى اللي هو بنبصي شو فيه برضو في الابر لب هتلاقي الجزء اليمين بالضبط ناسس شوية عن الشمال وفي اللي تحت الشمال شوية خاصة في عوجاج خلي بالك ان فيه ساعات بيبقى فيه عيوب او امراض متعلقة بالعصاب بالعصاب الفيشل 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 البولسي او اللي هي بنسميها العصاب السابع بيحصل عوجاج في الفم ممكن نصلحه جدا بالفلر على مستوى الشفاء لكن لو في مستوى العضلة نفسها بالخيوط او بالبوتوكس لكن في الشفاء ممكن نعملها بالفلر يعني العصاب السابع ده ممكن لو هو ساعات ما بيقاش ليه علاج ابدا الا الخيوط والبوتوكس بالعضلة هنا البوتوكس بها بتريح العضلة شوي اه اه عشان نزبط هنا الواجه النص في الواجه اللي حصل له مشكلة في الفيشل البولسي لكن الشفاء ممكن نصلحها بالفلر بس هي ان بتحن الشفاء في دكتور محتاجت تعيد عليها كل قد ايه تقريبا بوسيق شفاء من الحاجات اللي لطيفة اوي على قد ما فيها بلات سابلاي او فيها دم كتير جدا فبيعمل ابزوربشن سريع للمادة او بيمتص المادة فممكن ما تقعدش كتير اوي ولكن احنا مع التجربة العملية لقينا ان الفلر في الشفاء بيقعد فترات طوية جدا يعني ممكن يقعد معها فعلا سنة ونوص ممكن يقعد سنتين لكن يعني هو المفروض يقعد سنة بس فيه ناس بتطول قوي رغم ان الكتاب بيقول ان الفلر في الشفاء ما بيقعدش كتير بس لا فيه ناس بتطول فيها كتير بس سمعت ان المدخنين مثلا ما بيقعدش معهم كتير احنا بننصحهم فيه instructions كده معينة بنقول لها ما تشربش حاجات سخنة في اول 3 يام بعد الحان لان ده بيعمل ابزورش او بيقلل المادة السموكرز سواء كان الشيشة او السجر ده بيقلل برضو او بس ممكن اعمل القهوة واسيبها لحد ما تبرد واشربها اخد برضو الكافين بتاعي مش عادة بتاعي هي ضافية كويسة بس بباش سخنة هتنفخ يا روني هتنفخ يا روني لا مش اه برضو حقيقة سألت عن سموكرز لاين اللي هي الكرماشة دي هي دي اسمها سموكرز لاين سموكرز لاين اللي دي لناس بتشرب سجاير بس هي بتيجي او بتظهر مع الناس دي انها من كتر تحديك العضلة بالطريقة دي فبتخطع من العضلة بتخليها فيها التجعيد دي اللي بسموها سموكرز لاين لكن مش عشان فيه مادة معينة بتختفي من هو قرار دي كل التجعيد بتظهر لما اللاستين والكولاجين يحصل فيهم دروب تمام واول حاجة بتبين كبر سن السيدة مش الرعباء ومش الإيدين ومش الوجه طول الشفاء الشفاء العالية لما بتبقى خلاص تقدمت في العمر والكولاجين قال الشفاء دي بتبقى أعرق أو أضعف يعني بتبقى يعني أنحف والأبر لب بتطول والله صح؟ بتعرف الكبر تبدأ كده لأن الكولاجين اللي رفع لي الأبر لب بدأ يقل فبتلاقي الشفاء حصل فيه خلينا أخذ بالي في كل الكبار اللي أقبله فالسوكرز لاين دي علي بوتوكس لا خلاص امساحي دموعيك يا أمال دكتورة رباب مش هتلاقي أي حاجة اللي سوكرز لايندي لو حقلنا بوتوكس ما تخفيش منها ما خلاص ما تتقلقش بس برضو نقلل للسوكرز لا ما أنا هي مش مدخرة مش مدخرة والله ما تسألي عليهم بسأل عليهم لأنهم حاجات صحابتها بعد ما بنحقني يعني كان عندي حالة النهاردة كنت بتعمل خيوط وبنعمل بوتوكس وبتسألني هتجع تشرب الشيشة بتاعتها إمتى أو السجار إمتى أو الكلام ده كله فإحنا بنقول لها يعني رياحي نفسك أول ثلاثة يام خصوصا بعد الفيلر والبوتوكس والخيوط يعني عاوزين يحصل فيه ريلاكسيشن عاوزين نغير العادة بقى يعني ديلي هابت عشان الجمال برضو يعني نحتاج تعب شوي طب إيه الأماكن تانية اللي بنقدر يعني نحقن فيها فيلر وتعالج يعني منخير مثلا بالزبط الأنفة برضو هننشوف الصور دي هكونا لسه عاملين برضو حالة اللو عندي زي ما اتكلمنا عن الفيدروب اللي هي ناسل اللي بيبعندها هامب من هنا عالية ومش هايزة تعمل عمليات جراحية عندها مناسبة جميلة جاية والرابط وهي أصلا بتخاف من غرفة العمليات هي أصلا ما عندهاش وقت إن هي تورم أو يزرق أو كلام ده كله بتاع العملية لأ إحنا ممكن نملالها الفيدروب ده بالفيلر ويكون فيلر من الملكيول العالي زي بتاع الخدود زي الحالة دي الحالة دي شوفي الفيدروب هنا بين قوي في القبل في الحالة فبتخلي حتى المنظر إنها بارزة زيادة بالزبط كده فحقنا فيلر دي مش عاملة عملية لو هتلاحظي عن اللي هي اتصال الجبهة بالأنف فيها حفرة قوية قوي اللي هي الفيدي شوفي بعد حقن الفيلر ما بقاش الموجود وهنشوف صورتها بقى هي الوحدة كده هتحس إن ما فيش يعني الصورة هي الوحدة ها 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 ه حاجات بسيطة جدا ممكن تتصلح بالفلر لو في عندي حفرة بسيطة عظم هنا ساعة بتبقى نزل تحت بالضبط ساعة الغدروف بيبقى هما المفروض في الغدروف خط تتنزل لجوجه ممكن تخاف هي من العمل رغم ان ده بيتعمل ببنجة موضعية دلوقتي استعدال الغدروف ده لكن احنا ممكن برضو نصلحها بالفلر دي برضو نخلات اللي تصلحت بالفلر هي دايما بتبقى مكانها الحلو جدا في الإصلاح بالفلر اللي هي الفيدروب اللي هي بتعمل هامب عالي قوي دي نخلي السيكونز كلها واضح بالفلر بتفرق جامد برق هي الصورة دي بردو كالفيدروب طب ولو المناخير طويلة بتقدري تقصريها ولا لا ده خلاص لازم لا بتصلح بس مش بالفلر بقى لا هنا الجراحة بتدخل بقى لازم جراحة والتيب لاستي مستو ان هو غدروف بيبقى زي الأزن فممكن نعملها تحت مخدر موضعي في التلت ساعة نص ساعة ماكسما من يكون مصلحين أرنبت الأنف لكن لو في مشكلة في العظام هنا ومحتاجة عملية لا ده يعني راينو بلاستي بقى تجميل الأنف غرفة عمليات بينج الكلام ده هو سهي دكتور المناخير والودان هم الحاجة الوحيدة اللي بتفضل تكبر مع الإنسان؟ بجد والنبي بس ليه السنة بتوقف عنه؟ يعني المفروض ان كل الكارتلش بيكتمل نموه والتقامه عن سنة 21 سنة يعني هي قط تكبر بس لحد سنة 21 سنة مش هنفضل يعني؟ لا والله هي أسألوه لا ده هتبقى لا مش الدرجات يعني إزاي يعني هتبقى مناخيري خلاص هتبقى لحد لا والله هي قالوا بنسبة أسألنا مناخيري كانت أصغر من كده وانا صغير بس لما بقيت عجوزة كده كبرت جميلة ما علينا يعني ف طيب ما عليش عايزة فتكر تاني عشان واحدة صاحبتي سألتني حكاية البوتوكس بتاع التعرق اه احنا معنا فيديو لو هو يقدر يعرض هولنا الهايبرهايدروزيس أو الأوفرهايدريشن مفروض ما نعرقش من هنا أبدا في ناس عندهم بيعرقوا جدا من المنطقة بتاعة البالم والسول برضو والقدم من الرجل من الأسفل وتحت الإبط التعرق بيكون زيادة قوي بسبب لهم مشاكل اللي حاجة بتقع منهم التعرق تحت بيبقى ريحة سيئة بيبقى دايما يبلل هدوم الغمقى ما يعرفوش يلبسوا أي غوامق الكلام ده كله بنعالجه بالبوتوكس بنحقن بطريقة معينة بماركينج معين بوحدات أيوينت معينة دوزز معينة بنحقنها في المنطقة دي بتمنع شوية التوصيل العصبي العضلي ما بين العصاب والغدد العرقية بتقوقف الأستايل كلين شوية فبتخلي لمدة سنة ما فيش تعرق خالص في منطقة راحت اليد أو القدمين أو تحت الإبط طيب ده من جوة الإيد بره الإيد بقى عشان نتعرف بره الإيد بيبقاش فيه هنا تعرق بيبقاش فيه بيبقى فيه علامات السن نمش دي قصة تانية اللي هي علامات السن اللي هي الكرمشة بتاعت الجلد العروق اللي بتبقى بينها الأوطار اللي بتبقى طالعة دي كده بتبقى بينها دي بنعمل لها حاجة من الحاجات التالية سواء كان فينا حافة جدا في الإيد والعطم بينه والأوطار بينه بتاعت العضلات بنعمل fat injection أو re injection بنساعات بنعوضها أو بنخليها إيد بضة وترية وسنها صغير بيحقن الدهون أو حقن الفيلر أو بندي نظارة للجلد اللي تكرمش ده بالPRP في ناس كمان برضو كانوا بيقولوا إن الفيلر ده بيستخدم في الرجلين يعني اللي عايز عرقوب الرجل بنسميه العرقوب أو الأنكل ده بيبقى بنحقن فيه سواء كان الدهون أو الفيلر أنا على فكرة فيهم تقوط خلاص أو في عرقوب الرجل من وراء ساعات بيبقى الشكل مش لطيف كده من وراء لإن على مدى العصور دايما الرجل الممتلئة أو الرجل اللي هي بيسموها في المصبوبة النزلة دي بتبقى من علامات الجمال فبيبقى العرقوب من وراء ده بيبقى صعب جدا فلا فيه ناس بتبقى عاوزة توصل بالامتلاء في المنطقة دي لحاجة كبيرة جدا فممكن نحقن دهون ممكن نحقن فيلر بس هيبقى بادي فيلر ممكن نحقن دهون بدل الفيلر كمان اه طبعا بيبقى أفضل طيب لو العكس بقى يا دكتور لو حد رجلي مليانة وعايز مش يوصل لدرجة العرقوب العرقوب يعني بس يبقى رفيعة يبقى العرقوب حيبان يبقى شوفي المنطقة دي مش مفضل فيها جفط الدهون قوي يعني مش هقولك بقى حتى ولا لسمارت لايبو ممكن دلوقتي تقدمت جدا لسمارت لايبو أو الفيزر بقى اللي هو الكانيولة رفيعة جدا ممكن ننحط منطقة السمانة ومنطقة الأنكل جونت من وراء دي ولكن يعني مش محبوب قوي ان احنا في المنطقة دي ليه بقى فيه عصاب مثلا فيه عصاب وفيه أوريدة وفيه شرايين والواتر نفسه بتاع الأنكل ده بيبقى مقلم جدا فمش محبوب قوي يعني انت بقول لي مثلا الرجل ممتلئة ومش عايزة توصل فممكن بحقن اللي هي مذيبات للدهون بتقالل المنطقة دي مع الكرايو بقى الليزر الكرايو اللي هو بيعمل على إزابة الدهون بيقصر الخلية الدهنية ويعمل شد للجلد بنفس الوقت فده بيبقى هايل جدا خصوصا في الحاجات اللي هي مثلا 2 سنتيمتر يعني احنا بنتكلم في 2 سنتيمتر بس من الدهون اللي تلص لصفات نحنا نقلل الدهون طب تعالي نشوف التقرير تقرير تاني عن الفلر ونرجع تاني مرة تانية مع دكتور رباب وحارجع أسأل تاني دكتور رباب دكتور ما عليش تقولي لي الفرق عشان أنا حتة دي مع قدني الناس اللي بتلبسات يعني عاملين شفايفهم وتحيس انها دي طلع عنه كده شكلها وحش قوي عمله طيب عمله كده فإزاي يعمله بس من غير ما دي تطلع كده شنابهم ده ما يطلعش لا أبوتي هو العادي ان ما يطلعش يعني العادي ده ما يطلعش كده والله العادي ان احنا بنعمل يعني زي ما يكوني انتي مسكة بالزبط الليب لاين بتاعك وبتحددي شفافك احنا بنعمله بالفلر فالعادي بيبقى يعني شكله نطيف جدا وزريف طيب الضريف في عندي عيب معين عندها هنا ضعيف أو ما فيش فلازم نملى المنطقة دي أو فيه ناس بتبقى عاوزين إنفلتر Skype تعافا شايفة الخطين دول بيبقوا عاوزين يحددوقهم زيادة ليه بقاهم دول من علامات الجمال من علامات الجمال يعني إنفلتر Skype دي تبقى باينا قوي دي من علامات الجمال ففيه ناس بتبينها الزيادة فيه ناس بتحب الكونتور الشفاف اللي هو كله كده اللي احنا جيبناها قبل كده الشفاف الممتلئة اللي مش الهارد شي Pech بالزبط فيه بيحبوها كده كونتور وان كونتور كده فدي لازم نعمل لها لب لاين مستمر ومن تحت برضو تاخد الشكل ده هل ممكن حد يعمل فلر وما يبانش ان هو عامل فلر يعني تبقى تتعامل حاجة تجميلية طبيعية وأنا مع المدرسة دي أنا بحب قوي الحاجة بسيطة بسيطة قوي كأنك حتى روج أو حتى لابكولوس بطريقة طبيعية جدا يعني اه ده طبيعي احنا ممكن هو هو أمبول واحد ببقى أقل من ون سنتي يعني أقل من ون سنتي يعني يعني ده الفيديو ده بيورينا حقن الشفايف حقن الشفايف ممكن تاخدي جزء منه مش دارون الأمبول ممكن ناخد جزء منه بالزبط اه اوكي وزي ما احنا قلنا اتنا فيه بنعمل كونتورينج وبنعمل فليميشن يعني اه اه هنا في الحالة دي بسيكات عايزة تعمل هار شي بكنا عايزين زود شوية يعني دي كانت شوية بتحب الارتيستيك لوك شوية فدي احنا يعني زودنا فيها شوية وبرضو عملت لها الانفلترم دي فكانت هي كانت حلوة معايا اللي هي؟ الانفلترم اللي هي الدول الخطين دول وفيه ناس بتحب تبرم دول الشفا اللي تحت تخليها مبرومة بالزبط تبقى نازل تحت شوية بينة اه اه تعمل ليها ازاي دي بردو فلر؟ بردو بفلر ليها رسمة معينة ليها دخول معين بالحقن وليها كمية فلا معين بالضبط الشفاء اللي تحت ويتعمل لها كونتور مدور سر الموضوع سر الموضوع طبعا أنا حسألك بقى على الفاين لاينز اللي هي بتبقى حوالين العينين دي دي بوتوكس مش فلر برضو أكوردينج لو أنا حاولين العين في الجزء الخارجي في السيل الخارجية دي بنعملها وبتبقى بتظهر مع الضحكة أو قفل العين أو فاتحه دي بتبقى على طول مرتبطة بالعضلة فدي بنحقنها بوتوكس خلي بالك البوتوكس بيأثر في السيل الخارجية ما بيأثرش في السيل اللي إحنا بنحقنش جوه العين أو يعني في الجزء الداخل الناس اللي هي ما بتدحك تبان قوي دي دي بتبقى من خيرها زي الأرنب أو البوتوكس دي بنحقنها بوتوكس برضو على منطقة العضلة اللي موجودة هنا بتبقى ريلاكس جدا مدد تماشهور بس ما بتديش الحتة دي كده عرض لا 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 خلص إحنا هدفنا العضلة العضلة اللي هي بتكرمش مع الضحكة بترتخي خلص ده علاج يعني البوتوكس بيعالج البانينوز يعني ده حاجة تانية كتير بعد ما بيعملوا البوتوكس مش بس بيحسوا بفرد بيحسوا بشوية نضارة تمام ده علشان المادة دي نفسها أو الحقن ده بيبقى فيه نوع من أنواع الفيتامينز لا 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 البوتوكس مالوش أي علاقة بالفيتامينز البوتوكس مادة بوتولاينم توكسن طايب A ده حاجة لوحدها خالص لكن بيحسوا بالنضارة لأن العضلة بتتسطح تماما فلما العضلة تتسطح الجلد اللي فوقيها بيتسطح بيتسطحه بيتسطحه كمان بيتسطحه كمان لمعة يعني أنا ممكن أبص الواحدة في التي في أو أبص الواحدة ماشية أو أعرف هي حقنا أو اللي مش حقنا بوتوكس من اللمعة يعني تلاقي المنطقة دي بتلمع قوي بتلمع بتعكس الضوء دي نضارة زيادة بس ده من الريلاكسيشن اللي حصل في العضلة برضو حول العين لما بتحسي بنضارة بتحسي أنها صغرت في السن عشان التجاعد اللي حول العين راح لكن هنا ما بنقدرش نعمل خيوط السي دي بوتوكس بس فيها بوتوكس هو القامل المصد قامل بس لوقتي احنا ممكن نعمل فيها خيوط ممكن نحدد شكل حاجب نرفع بها الحاجب نرفع المنطقة دي لو هي نازلة قوي أو متهدلة جدا نعمل لو عملنا أصلا الحاجب تشاينيز لك خلاصة المنطقة دي تشدت ده ممكن ده بنعملك الخيوط أساسا يعني أنا عندي حالة برضو بس هي يعني مرضيتش أن نحنا نطلع صورتها دي كان عملت عملية تجميل شدة الجفون كان حصل لها الجفون حصل لها توزس قوي يعني وقعت قوي في عملية العملية وما ده تهش الشكل اللي هي عايزة فاضطرنا أن احنا نرفع من الحاجب ورسلنا الحاجب رسمة معينة رفعت الجفن بالخيوط وقدت شكل رائع يعني يعني حتى في دولة خليجية وبعثت لنا رسالة شكر شكلها بقى جميل أفر دكتور رباب احنا نشكرك جدا ويعني استفدنا خصوصا التكنيك بتاع الليزر الكربوني نروح نشوف الليزر الكربوني ده نجيلك تنوره نشوفكو بكرة في اللمة الحلوة أنا وماها وحلقة جديدة ومكارونا ومكارونا جديدة نروح باي باي نروح باي باي ك�بير تحية 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 اشتركوا في القناة